هذا ولدي بحث لطيف جدا من البحوث المحكمة صاحبه أراد أن يدرس صفات ووظائف الملائكة الذين ينزلهم الله عز وجل إلى أهل الأرض سمه النجول الملائكي دراسة موضوعية استقرائية لآيات نجول الملائكة في القرآن الكريم طبعا جمع الآيات التي فيها نجول الملائكة إلى أهل الأرض وبدأ يقسمهم على حسب الأغراض والوظائف من أجل نجولهم فبدأ عقد الفصل الأول مهد بوجول ملائكة وصفاتهم وشيء من ذلك وهذا قضية معروفة ثم الفصل الأول نجول الملائكة على أهل الإيمان الفصل الثاني نجول الملائكة على أهل الكفر والفصل الثالث نجولهم لأجل إحصاء أعمال العباد وشيء من ذلك وبهذه الطريقة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سلطان بن بدر أو ابن بدير العتيبي وفقوا الله كتابه اللطيف جمع كل شف مثلا هذا التمهيد للملائكة وصفاتهم هذا الأول مثلا نجولهم ملائكة فيما يخصوا بأهل الإيمان بهذه الطريقة لاحظ يبدأ قضية قضية يعني مثلا نجولهم لأجل الوحي وهذا خاصه كان بجبريل عليه السلام فيذكر الآيات التي وردت في الباب مثلا ملك الموت جاء نجولهم لقبض الأرواح مثلا يأتي يذكر مثلا ملك الموت بهذه الطريقة طبعا ذكر عددا من الأعمال والوظائف التي وكل بها الملائكة لأجل نجولهم إلى أهل الإيمان ثم أهل الكفر أيضا والعناد مثلهم أخذهم وتعذيبهم وشيء من ذلك وهذه الطريقة وفصل كذلك وهي دراسة لطيفة من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله